مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي الرومي ممكن تحضرون تأخير جليج البلدي هنا الجليج الرومي .. Yuk السمك يمكن ان يقوم بصفحة فضلك لو بعض الكم امراتي 10 سنتيم 10 سنتيم .. وخمسة اشرة سنتيم يكونوا سمدي لا يكونوا جليجات كبار هذه جليجات كبار ماذا كيف رحبتهم ؟ هذه الجيال التي تكون عنها أخير مستوى عليها هذه لا تدخل الماء اللي ما ما كيتسررش كتكون نسدودة لبحر السباغة أما الجهة الأخرى كتكون فيها بحر الشكل الكارويات كما تشوفوا هنا اللي كيلسق فيها السيمة يعني كتكون هي من الجهة الدخلانية احنا الجهة اللي لدينا بهالغارات ماشي الجهة الملسر لاحظوا أنه هنايا السمك ديالو اش كيكون فيه كيكون فيه بحر الشكل ديال الطين هدا طيني كيكون طيني يعني كيكون كيشرب الماء وكيخليه لواحد المدة يعني هاد طريقة هاد وحقه رغي يعني ما ممكناش فيديويات ولقال هالشي واحد ره مو بتكارة وبغيت نشارككم إياها عندن طريقة هي كالتالة هاد طريقة وهي انك تجيب روبيني ديال الماء انتم ممكن ما كتشوفو وتعمر واحد البانيو وتشد هاد جليجات وتغطسهم وسط هاد المياه ممكن انك تبييتهم قاع ماشي مشكيل المهم انا غنوريكم الطريقة هاد جليج منيك تحطوه الول كيكون سخون انتم راكين في الشمش راه سخون راه ساخن ولكن منيك تحطوه واحد المدة ومتحط يعني بتبييته مثلا في الماء وتحطوه الاراني ديالكم راكيبقى على طول النهار وهو بارد هاد شي هاد ينمشى تشرب هاد الطين هاد ينمشى تشرب الماء كيبقى واحد المدة ديالنهار ولا يومين يعني شي حاجة ما شاء الله اذا الطريقة هيك التالية تخليوه تيشرب مزيان يعني هاد الطين هاد يشرب مزيان اني كتحطوه الارد بارد ولكن هاد البرودة ما كتحييتش على طول النهار ولا يومين ولا حتى ثلثية اني ما كينشفش كيبقى بهاد البرودة هاد اذا الطريقة هيك التالية ما تجيبوش طرفة كبار اني جيبوغي هكا مورسويات علاش باش الكاج منين تبغو تحطوه في هاد الجليجات ماشي الفضالات ديالنه تبقى فوق هاد عزكم الله مدقاش فوق هاد الجليج هادا خاص يكونوا فراغات يعني تكون جليجة هنا جليجة هنا جليجة هنا ويكونوا فراغات باش إلا كان شي فزق ديالهم عزكم الله ممكن انها تطيح مبين هاد هاد الجليجات هادا اذا هاد الجليجة غادي تشدوها وتحطوها في وسط الكاج مثل ما مثل ما هما غادي بدو يستكشفو فيها بالول ومن بعد غادي تلاحظو انهم كيطلعوا فوق منها وكتعجبهم بورودة ديالهم هاو كيتحسس فيها برجلية هاو طلع فوق منه لابا هاد 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 البرودة اللي كينا فيها جليجة هاداك الارنب كيبقى يعني كتعجبو هاداك البرودة وكتعطيه واحد واحد شوية ديال ديال يعني الحرارة الباردة يعني واحد اذا كان الارنب ديالك مغلوب مغلوب ممكن انه يطلع فوق هاد الجليجة ويتجبد فوق منها ويبقى تماغي واحد خمسة دقايق بحرن نقوله الشكل ديال الكمادات يعني المريض انك يكون شي واحد مريض اللي يحفظ اشنو كيديرك وهاد شراء كين صحبيه تطافيب كيقولك دير الكمادات على الجابين ديالك هاد طريقة هادي بمثابة الكمادات يعني انهم كيطلع كيتلع فوق منها ورهم كييرتاحوا يعني كييرقوا باللي ركينا وحد البرودة كيطلع معهم ولكن الخاصية اللي كينا في هاد الجليج هذا انه النهار كامل هاد البرودة كيثقى فيها هاد هي يدبا اللي اكتشفت انا الطريقة انه خدمت انا في هاد الجليج هذا يعني مني كان بغوا نديره يعني مني كان بغوا نركبوه في الحيط او في الارضية كان بيتوه في الماء يعني كيشرب الماء زيان وكي وعاد كتخدم بيه مني انه بديتك حط يديع ديه وخا كيبقى كيكون حرارة بزاف كاللقاء انه هادك جليج شد هادك البرودة منتما جاتني الفكرة اناني غادي نخدم هال الارانيب ديالي وراني ماشي خدمتها غي عام واحد ولا جوج ولا فلاتا راسينين ونخدم في هالطريقة هاد وانا اي حاجة كنبغي يعني ربحتها في المشروع ذيالي كنبغي نوصلها لكم كفكرة هاد فكرة رها بسيطة بصيفة ديرهم ممكن هاد جليج هادا انكم ماشي غادي تشريوها غادي يكون عندكم غيف استحمة غلان الناس اللي اللي دارو شي شي دار ولا بناو شي دار وقالهم طروفة دير الجليج هادك طروفة دير الجليج ممكن انهم يستغلوه هاد الفكرة هادى وراء فكرة ناجحة مئة بالمئة راكة تنزلهم درجة الحرارة على الاقل واحد جوج درجات ولا تسات درجات بالجسم ديرهم نحن الى 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 التربية دي الانانب ورقينا الحل اننا عندوزو هاد الفترة ديال هاد الموجة ديال الحر لماذا لا؟ يعني فكرة بسيطة وكما قلت بسيطة ديرهم يعني ممكن انكم تديروا هاد الفكرة هادى والماء دي ما يكون عندهم الماء ما يخطيهمش الماء وان شاء الله هاد الفترة هادى غادي ندوزوها ويعني ممكن ان هاد هاد طريقة هادى تديرها تل الامة هاس يعني الحوامل ممكن تديرهم هاد طريقة هادى هادى اشتركوا معنا بقناة غادي بالدعم ديالكم اشكركم على التعليق الطيبة ديالكم ما تنسوناش بجرجان وسكيوا الى زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة